اشتركوا في القناة يعني الرسالة عم نحسها شديدة نوعا ما يلقى حجر رحى النار لا تطفى إذا الملح فسد كيف يصلح هذا الملح فشو تفسيرك لهويته شخصية المسيح في حديثه في هذا الصياق في الحقيقة الله مهوب والله قدوس وأن نظن بخلاف ذلك نرسم صورة خاطئة عن الله لكن هذا الله محب وعشان كده لا يشاء أن يهلك أناس بل أن يقبل الجميع إلى التوبة فكون الله بيدعو الناس إلى التوبة لأنه لا يريد أن أحدا يهلك لكن ماذا عن الذين يحتقرون نداءه ويرفضون فرصة النعمة الحاضرة عشان كده الآيات اللي بتتكلم عن النار آيات واضحة وحقيقية الآيات اللي بتتكلم عن عقاب الله حقيقية لما بيقول مثلا من خالف نموس موسى فعلى شاهدين أو ثلاثة يموت بدر رأفا وبعدين يقول فكم عقابا أشر طيب إذا كان يموت بدر رأفا في أشر من كده في أبدية يقضيها الخاطئ الذي احتقر نعمة الله وخلاص المسيحي يقضيها في جهنم عشان كده بيقول فكم عقابا أشر تظنون أنه يحصى مستحقا من داس ابن الله وحسب دم العهد الذي قدس به دانسا وازدر بروح النعمة